اشتركوا في القناة حل جديد لانه فيه تمارين كتير حلوة للصراحة بهاي الدورة طبعا فيه طرق مختصرة رح نتعلم مع بعض فيه طرق شاملة يعني لكل التمارين كله رح نذكره مع بعضنا بإذن الله نبدأ بالتمرين الأول عملي قلنا X زائد 5 جزر ال X ناقص 36 هلا انت بس شفت X وجزر ال X بنفس المعادلة انت تتعامل معاك كمعادلة من الدرجة الثانية يعني انت تكون عندك X مربع زائد مثلا 5 X زائد 4 يسير الصفر تمام شو انت شو بتعمل X زائد 1 بX زائد 4 صح وبتسيم بالصفر يعني هدول فانت من أخط قوة الدرجة الثانية يعني من هذا قوة حطاته كجزر أنا نفس الشي اللي أعمل طالما عندي هون X معتها هي بعتبر انه شو هي مثل X مربع لانه فيه جزر فشو رح اعمل هلا هو عندي شو هنالعددين بضربهم باطلالي ناقص 36 وبجمعهم بطلالي 5 هنين جزر ال X ناقص 9 عفوا زائد 9 بجزر ال X ناقص 4 ضربوهم مع بعضهم رح يضطينا ناقص 36 جمعوهم مع بعضهم رح يطلع معنا 5 هذا شو الحل يسايل كله صفر اما جزر ال X معتها يسايل ناقص 9 وهذا فورا حل مرفوض هلا هون هاي الطريقة بدون ما تغير اي متحول مشان يعني فورا ان ترفض الجزر او تقبله او اما جزر ال X شو يساوي يسايلنا للاربع معتها ال X شو يسايلنا لل 16 فالجواب رح يعطينا D لانه هو الجزر الوحيد فهو بده مجموعة للجزور فطلع معنا الجزر الوحيد هو 16 فالجواب عطينا D تمام دائما وابدا بقلكون وقت بتشوفوا انه مثلا عندي هون إي داعش وهون إي داعش عندي حدين نفس الاشارة وعندي حدين ايضا غير الاشارة دائما تذكروا يعني عنا A مربع ناقص B مربع تذكروا دائما هاي المتطابقة طيب ها هيك الجزر شوان بدي احسبو هاي القيمة ما تنحسب يعني بشكل صحيح مية بالمية وضق صيغة انه غير انه الربع يعني نسمي مثلا هاي صيغة تسايلة A والربع الطرفين فانا وقت رأي ربع الطرفين شو رح يصير عندي مربع الاول يعني إي داعش زائد جزر ال 21 زائد مربع الثاني يعني زائد ايضا إي داعش ما داخل الجزر ناقص جزر ال 21 لانه جزر الكبير عطير وعبضل ما داخله ناقص هلا ناقص ضعفي الاول بالثاني لانه احنا عما نسالب طيب شو رح يصير عندي اضافي الاول بالثاني انا عندي رتبة الجزر الكبير هو نفسه فرح يصير الجداء جواته يعني انا بدي اخذ بس اضرب مداخل الجزر الكبير انا عندي هون اي داعش هون اي داعش هون جزر ال 21 ناقص جزر ال 21 عندي وقت لأضربهم ببعضه رح يصير عندي متطابقة A مربع ناقص B مربع يعني رح سير عندي اي داعش مربع ناقص 21 لانه الجزر الصغير طار إذا عش مربع هي 121 ناقص 21 سيصبح عندي تحت الجزر 100 يعني سيصبح عندي 100 تحت الجزر مضروب بسالة 2 حلو هذا الكلام ممتاز أنا هون عندي رح أردت بصية غيمة العادة هون هاي وهين جزر 21 مع جزر 21 سيصبح عندي 22 ناقص 2 جزر 100 يعني ناقص 20 فشو رح يطلع معنا الناتج يساوي لالتنين على الـ A مربع وتربعنا ساوي لالتنين بس هو ما بده A مربع بده الصيغة هي شون كانت نحن سميناها A معتها هو بده قيمة A معتها نجزر القيمة اللي طالعنا اللي هي اتنين نجزرها بصير عنا الناتج هو جزر الاتنين فرح يطلع معنا الجواب هو جزر الاتنين يعني الدين لاحظوا معي في شغلة انه نقطة ممكن بعض العالم تحتار فيها شو هي اللي هي ناقص جزر الاتنين يعني أنا هون مربعت وبعدين جزرت لازم يطلع عندي الجزر الاول هو جزر الاتنين والجزر الثاني هو ناقص جزر الاتنين عادي تحطه جزر الاتنين ليش مجبور انت لانه هون عندك إداعش زائد قيمة تمام مثلا الجزر الـ 21 هو مثلا خلاننا نقول أربعة فاصلة فصار عندك هون خمسة عش فاصلة تمام تحت الجزر ناقص إداعش هون شو عنا ناقص جزر الـ 21 يعني إداعش ناقص أربعة فاصلة ماذا سيحدث عندنا؟ إذا عش ناقص 4 فاصلة سيحدث عندنا 5 فاصلة كذا فأنا هنا عندي جزر الخمسة عش ناقص جزر الخمسة هي قيمة أكبر من الصفر معتها رح أخذ القيمة اللي هي دائما أكبر من الصفر هيك بالامتحان ما بتحتار أي جزر بدا تأخذ سواء ناقص جزر الثنين أو جزر الثنين فالجواب رح يطلع معنا دي جينا هلا على التمارين الثالث تمرين مجموعات تعبيلنا أي إجابة تناسب المجموعة المظللة هلا بهيك نعم التمارين أنا بلجأ دائما للخيارات بختص الخيارات دائما كيف يعني؟ أو في طريقة تانية رح أذكرها بعد ما أحل هذا التمرين يعني بهذه الطريقة أنا عندي هلا حاليا الجواب A هو C معده A إنه هي المنطقة المظللة كل C تمام كل C هاي المنطقة هاي كلها معده A أنا عندي A هون المنطقة أحمر كلها حمرة فأنا هون عندي C هي عبارة عن منطقة بنفسجية فأنا هون عندي هاي المنطقة المظللة تمام؟ فهذا الجواب غلط أنا بدي المنطقة المظللة حصرا تمام؟ فهذا الجواب غلط لأن هون شملت عندي هون شو؟ المنطقة المظللة تمام؟ أنا هون عندي B تقاطع C ماذا هو B تقاطع C؟ هاي لدينا B كلها يجب أن نلونها كلها بالأحمر هاي B كلها هاي لدينا B كلها هاي لدينا C شو هي؟ دعونا C هي بهذا الشكل البنفسجي عفوا هاي هي C لاحظوا معي إنه هون التقاطع تمام هذا هو التقاطع تمام بس معلو المسلس هذا الصغير شايفينه هدا صار فيه أحمر وبنفسجي فهذا الشي رح يعطيني غلط يعني هدا المسلس نشمل مع هاي الصيغة فبلغي جواب B بنجي عد جواب C عبقلنا بي اجتماع C مع عدد A يا جمعة الخير أنا هون عندي A كلها لغيتها فهدا كله رح يلتغى هه كله هدا التغى تمام؟ بس أنا ضل عندي شو؟ بالمجموعة B ضل عندي هاي المنطقة وهاي المنطقة وهاي المنطقة من المجموعة B أنا معك طبعا هدا المسلس كمان راح و هاي الـ A كلها راحت لانه ما له شي يامل تمام بس عندي من المجموعة B انه هاي وهاي المنطقة طالما انشملت هاي المنطقتين خلاص معاتها هدا الجواب غلط وهي كمان انشملت بسي بهاي المنطقة خلاص الجواب غلط 100% نجي على الـ D الخيار دي عبقلنا A تقاطع B تقاطع C على هون A تقاطع B الـ A والB مع مين متقاطعين بهاي المنطقة كلها هون المنطقة هاي كلها متقاطعين مع A و B طيب الـ B مع الـ B والـ C متقاطعين بهي المنطقة طيب الـ C والـ A متقاطعين بهذا المسلس فصلا عندي A تقاطع B تقاطع C هو هدا المسلس الصغير المشكل فهو خارج المنطقة المزللة ما خارج اخده فتجواب غلط بقى عندي الخيار E هو الجواب الوحيد الأكيد رح يطلع معنا صح طيب ليش صح؟ خلونا نشوف كيف نتأكد منه B تقاطع C هي B تقاطع C كلية لانه رسمناها المرة الماضية هي B تقاطع C عندي هون انشمل المسلس الصغير هدا المالوم مزلل بس هو موجود من مجموعة A شايفين هاي المجموعة A هو موجود فيها المسلس الصغير وهو honestly في وأقاننا ستقاطع C معه A معه A المسلس الصغير طار فما عندي المنطقة المزللة هي الوحيدة ما هي الطريقة الثانية التعلي هي الطريقة التعلي هي كالتالي تسمى مثلا هاي المنطقة تسمى B هذه المنطقة كلها تسمية P تمام هذه المنطقة المثلث تسمية Y هذه المنطقة المظللة تسمية Z وهذه المنطقة المظللة تسمية M فعلا حسب القوانين نجرب بس الجواب الى طلع معنا بي تقاطر سي هو شو شايفينه واي زاد زد مطلع انت تحط واي زاد زد طيب معادة الا ال ا هي شو؟ ال ا هي ال بي والاكس والواي موجودين فيها ثلاثتها معادة بي زاد اكس زاد وي تمام انا عندي هون واي وهون واي طاروا مع بعضهم طبعا بي والإكس ايضا تظل عندي الزيد اللي هو المنطقة المظللة كمان هاي طريقة لالكن تمام ممتاز هاي يعني طريقتين الطريقة تختصر الخيارات وطريقة انه تسمي المناطق المظللة والغير المظللة جينا على هذا التمرين عبي قلنا 2020 نقص 2018 2016 نقص 2014 هيك للناقص 14 طيب انا هون شو عبصير عندي مثلا خلونا نجمع كل حدي مع بعضهم عبصير معنا 2020 نقص 2018 2 2016 نقص 2014 2 هيك لعند هون 16 رح يكون ناقص 14 ليش لانه هون عب بنزل 2 عب بنزل 2 عب بنزل 2 عب بنزل 2 فهون ايضا رح ينزل 2 ينزل 2 فرح يضل عندي 2 ممتاز جدا هلا انا هون كل النواتج عبتطلع معي 2 2 2 بس انا كم حد عندي خلونا نشوف كم حد عندنا انا اذا اخدت مثلا كم حد عندي من الاشارة السالبة بطلع معي الناتج بضربه بطلع معي الناتج او بطالع كم حد عندي من الحد الموجب بطلع معي كمان الناتج نفسه ليش لانه انا لو ما عندي عدد الموجب نفس عدد السالب رح يطلع معي خلل بالجواب لانه هون اخر واحدة ما رح تطلع اثنين تمام بهذا الشكل فانا لو هشوف انا كم حد عندي سالب او موجب انا اخر حد موجب هو عندي اياه 16 فشون اطالع عدد الحدود هو الحد الاخير ناقص حد الاول تمام يعني 2020 ناقص 16 على الفرق انا كل اربع بصير عندي عدد موجب يعني هون ناقص اربع ناقص اربع ناقص اربع فالفرق هو اربع زائد واحد تمام وهذا كله هاي صيغة شو ده اضربه مشان اطالع المجموع تبع هيدا تبع الهدا ده اضربه باثنين اللي هو مشان احصل على مجموعه فورا يعني اختصر خطوة فشو رح يصير عندي هلا هون 2020 ناقص خلونا فورا نقصم كل واحدة لحالة رح يصير هون عندنا ناقص اربع زائد واحد 2020 تقسيم اربع رح يطلع معنا هون خمسة فهون رح يصير عندنا صفر عفوا هون رح تنزل اثنين هون رح يصير عندنا صفر هون تنزل السفر هون رح صير عندنا خمسة رح سيع عندنا خمسمية وخمسة ناقص أربع زائد واحد يعني اه خمسمية وواحد زائد واحد خمسمية واثنين وانا ناتج كله مضروف فيه بتني مش هكن اطالع الناتج الأخير فرح سيع عندنا أربع صحرا قال يعني الجوب رح يطلع معنا ألف و أربع بهذا الشكل فهنا نفكر لو النجو الى الهدا التمرين هado التمرين الماضي عاد جزت طلب النا ولكن بعض الطلاب لم يوقف هذا الفخ بعض الطلاب حلته بحل طويل للصراحة بعض الطلاب حلته بحل قصير كل طالب هو وتركيزه ينتمو لزد ما حط لي شرط ثاني ينتمو لزد ما حط لك شرط عندك شي شرط يقول لك انه لا تسيل البي لا ما حط لك شرط انا هيك بدي افكر انت ما حط لك شرط وانا بعمل بدي اياه تمام لو حط لك شرط ما فينا نحط انه بس خلاص احط لك شرط طالما ايه تسيل البي اي ناقص بي رح يعطيناها للصفر معتصى عندي القيمة المطلقة للناقص واحد زائد القيمة المطلقة لثلاثة اي زائد اثنين بي تحب تحطها خمسة بي او خمسة ا متفرق فانا رح حط مثلا خمسة ا تمام ناقص خمسة عشر وهذا الحكي كله شو رح يعطينا للواحد هلا القيمة المطلقة للواحد هي ان الناقص واحد هي واحد بتروح مع الناتج اللي هو واحد شو اصدل عندي قيمة المطلقة لنا خمسة ا ناقص خمسة عشر شو رح يعطينا للصفر معتصى مع داخل قيمة المطلقة يسايلنا للصفر يعني الا شو رح تعطينا للثلاثة طالما انا حطيت انه الا تساوي للبي معتصى البي ايضا تساوي للثلاثة فمجموعا هنين الا زائد بي هي اثنين او اثنين بي انه هنين تساوي للستة هي اسهل طريقة للحل في حال انت ما اعطاك انه مثلا ال ا لا تسايل بي هاي الطريقة ما بتزبط معك بس هو ما اعطاك هذا الشرط فمية بالمية بأكد لك مية بالمية انه هاي الطريقة مضمونة مية بالمية مني اليك تمام الطريقة الثانية الطريقة الثانية مراحلة لانه طويلة جدا بس اعطيكك فكرتها فانت مثلا هون بتحسب انه هاي المداخل قيمة المطلقة هون عندي اكبر من الصفر طاله ما تصلك عندديك هون تحسب هناك طفضة انه اكبر من الصفر فراحSU عندك هاي آآآآآآآآآآce معتا انت هنا عندك احتمال ثاني انه هاي ازغى من الصفر وهي ازغى من الصفر كمان ما اطلع معك انه A و B انت ملزيد اشتركوا ممكن انه تعمل انه هاي القيمة المطلقة هي اكبر من الصفر وهي القيمة المطلقة هي ازغى من الصفر ممكن يعني بصي عندك A-B-1 و هنا ازغى من الصفر معتا تنضرب بسالب بتصي عنا 15-3A-2B و يسوي بعدا للواحد بتحل هاي المعادلة طلعت عندك ال-A تنتمي لل-Z وال-B تنتمي لل-Z معتها حل لك صح ما طلعت معك عندك الخيار الأخير اللي هو انه هي أزغى من الصفر وهي القيمة المطلقة هون أكبر من الصفر فهي تطلع مضروبة بسالبة وهي تطلع لحالة وطالع قيمة ال-A وقيمة ال-B بس هون إذا ما زكر لك شرط انه ال-A لا تسايل بي خلص ساوي ال-A انه افرض انه ال-A تسايل ال-B وراح يطلع معك الناتج بسرعة جينا هلا هون على هاي أي إجابة تقبل قسمي للمسألة 2 قوة 20 زي 2 قوة 11 نقص 24 بدون كسور بدون كسور يعني شو الباقي في سايلة الصفر فمسلا أنا عندي مثلا بال-B تتذكروا مثلا QX لا قسمه على PX تمام أو على مثلا X نقص 1 خلاننا نعتبره هيك وانا بدي أطالع الباقي حلو هذا الكلام أنا النتج هوني مال علاقة فيه أنا عبقلك انه هاي هي الدالة عندي بدي أقسم على هذا الناتج أنا شو كنت بساوي بعدهم القاسم تمام أو المقسوم عليه خلونا نقول فبساوي انه كل X واحد فرح يصير عندي Q للواحد شو يسايل للكي طيب أنا عليش عباش بشرح لك هذا الشي لأنه أنا هون عندي عبقلك شو هو هون عننا بقلنا هاي 2 قوة 20 زائد 2 قوة 11 ناقص 24 إذا قسمت على أي من الخيارات التالية بطلع عندي الباقي صفر فمسلا أنا هون بدي أعدم هذا أنا هون حطت هون 2 قوة 10 ناقص 6 بدي أجرب الخيارات تمام فأنا كل 2 قوة 10 بدي أساوي هذا للصفر حتى أطالع الباقي 2 قوة 10 2 قوة 10 تساوي للستة تمام كل 2 قوة 10 تساوي للستة ممتاز أنا هون عندي 2 قوة 20 فهي تساوي 2 قوة 10 للتربيع صح معتها 36 صارت عندي زائد 2 ضرب 2 قوة 10 يعني 6 ناقص 24 36 زائد 12 48 ناقص 24 ما طلع معي ناتج الصفر فالجواب الآخر هو غلط بدي أجرب الخيارات تمام أم آآ فى عندي كم ممتاز أم آآ عفوا ما حينا هذا بالغلط اخيرا هنا تمام جاء كم ممتاز جواب بدي مسلا نحن نأخذ جواب بدي هو 2 قوة 10 ناقص 2 معتها 2 قوة 10 ناقص 2 فانا كي 2 قوة 10 ره سيئ بالتنين لأنه عدمت المقصوم عليه فانا بكل 2 قوة 10 ره حط شو؟ 2 رح حصير عندي شو؟ 4 زائد 2 ضرب 2 ناقص 24 ما صبت معي كمان جواب بي هو غلط الآن نعود أيضاً كل 2 قوة دعونا مثلاً هنا سنجرب 2 قوة 10 بالنقص 2 يعني كل 2 قوة 10 قسمت على هذا المقصوم عليه يعني كل 2 قوة 10 تسايله بالنقص 2 الآن نعود هنا سنجرب نقص 2 للتربيع يعني 4 زائد 2 ضرب 2 ضرب نقص 2 يعني نقص 4 نقص 24 أيضاً هذا الجواب غلط حلو هالكلام طيب نجي هلا هون كل 2 قوة 10 تسايله بالنقص 4 فوراً هلا ما راح اكتباه هيك كل 2 قوة 10 تسايله بالنقص 4 تمام؟ نعود هلا سنجرب نقص 4 للتربيع سنجرب نقص 16 زائد 2 ضرب نقص 4 سنجرب نقص 24 فمن الواضح انه ما راح اطلع معي الناتج فتجاوب هده ايضاً غلط حلو ما نجرب كل 2 قوة 10 تسايله نقص 6 سنجرب نقص 36 زائد 2 ضرب نقص 6 يعني نقص 12 نقص 24 لاحظوا هون سنجرب نقص 36 نقص 36 نقص 0 وهو لازم يطلع معي الناتج لانه ليش؟ وبعده من المقسومة عليه لازم يطلع عندنا الباقي وقال لك انه الباقي هو صفر طالما قال لك بدون كسور معتها الباقي صفر فالجواب هو شو؟ ايه؟ فيه شغلة ثانية حابب اوضحها انه هون اعبي انه ايضاً انه هي عبارة عن 2 قوة 20 زائد 2 قوة 11 نقص 24 بقال لك مثلاً في واحد نقص واحد وضيف واحد وسيب الصفر لك لا حبيبي هذا هو هي هي الدالة ما فيك هي تعدمه هي الدالة وهذا هو هذا هو ال اكس نقص واحد يعني هي كيب اوضح صورة اعبي اوضح لك ياها نتمنى تكونوا فهمتوا الفكرة بنجي هلا على التمرين السابع التمرينش نسب مسلسية عبيقلنا ABCD شبه من حرف قائم معتوا هون يوازي هذا تمام عبيقلنا DC ساوي AD خمسة بخمسة عبيقلنا ABC12 ما هي ساين الالفة طيب انا منشان اطالع ساين الالفة بدي ارجع ل زاويتين تانيات مثلا هي زاوية خارجية فشو هنا زاويتين مثلا انا حتى ما تلزمني زاويتين مثلا انا سميت هون مثلا بيتا خلونا نسمي هاي بيتا خلونا نكتب بخط اصغر هون بيتا او خلونا هون نسمي اكس وهون واي تمام طالما اكس واي تسيلة تسعين معتها هون اكس لانه هي المتمم للمثلس هدا ADC ممتاز هلا انا عندي كمان هاي Youtube هلأ انا عندي هاي اسميه مثلا ام حلو هدها الحكي مافي اي مشكلة هلا انا عندي ألفة زائد X زائد M شو رح يعطينا للمئة وثمانين درجة معتها ألفة شو تساوي هي مئة وثمانين ناقص X زائد M خلونا نكتب بخط أكبر أو أوضح زائد M تمام بهذا الشكل فبأخذ صين الطرفين رح سيدي عندنا صين A شو رح يعطينا للصين مئة وثمانين ناقص ألفة مثلا ناقص زاوية متممة رح تطلع عندي إياها بالربعة الثانية فرح سيدي عندنا صين X زائد M طيب أنا هدا عندي إياه قانون إليه صين X زائد M هو عبارة عن صين X ضرب كوسين M زائد كوسين X ضرب صين M حلو هذا الحكي أنا صين M وصين X بطلعوا معي بكل سهولة لماذا؟ لأنه هنا بمثلثات قائمة عضاء أضلعها معلومة هلا هون عندنا آسي هو خمسة جزر الاثنين وعندي الديبي اللي هو كمان وطر لمثلثتاني هو 13 فأنا عندي هلا صين X شو هي صين X هو المقابل على المجاور خمسة على خمسة جزر الاثنين يعني واحد على جزر الاثنين ضرب كوسين M شو هو كوسين M هو أيضا مجاور على الوتر هو 12 على 13 ضرب 12 على 13 زائد كوسين X هلا أيضا كوسين X وصين X متساين لأنه هنا مية وخمسة واربين درج رحسي لدينا واحد على جزر الاثنين تمام هذا الحكي ضرب شو ضرب صين M صين M أيضا هو المقابل على المجاور يعني خمسة على 13 فشصير عندي هون خمسة على 13 رائع جدا هلا ظلنا عندي أجمع هاي الصيغة اللي طالعتها هون رحسي لدينا 12 على 12 على 13 على 13 جزر الاثنين زائد شو خمسة على 13 جزر الاثنين يعني بالنهاية شو رح يطلع عندي 18 أو عفون 17 خمسة تمام 17 جزر الاثنين على عفون 17 على 3 جزر الاثنين أو 13 جزر الاثنين بس هو ما في هون 13 فيه بالمقام 26 أصلا هو ضرب بسطو مقام بجزر الاثنين فصار عندي 17 جزر الاثنين على 26 تمام تمريين بسيط جدا طبعا كان فيكن أنه أيضا تختاروا زوايا الثانية للألفة ولكن يعني هذه الزاويتين لقيتهم أبسط الشي فاخترتهم بنجي هلأ هون عابلنا إذا كان X مربع أصغر من X و X Y أكبر من Y فأي خيار يكون صحيح دائما يا جماعة أنا عندي هون X Y أكبر من Y مثلا أنا عندي هون خمسة تمام فهون مثلا خمسة نفترض نفترض خلونا نفترض هلأ هاي معطنية نفترض تمام نفترض أنه متراجح تانية معطنية فمعاتها X مثلا نفترضها واحد ستصير خمسة أكبر من خمسة ما رح تصير هاي متراجحة بس هو أقول لك هاي دول متراجحات ممتحققة وعلى أساسا نشوف الخيارة أي وحدة الصحيحة أو الغلط معاتها X ممكن تكون هون خمسة هون خمسة هون الصيغة حسنا أنا أعطاني X مربع أصغر من X ما أعطاني هذا الحكي؟ معتا أنه X محصورة بين كم و كم X محصورة بين الواحد بين الصفر والواحد جرب مثلا نصف رح سيكون ربع أكبر عفوا ربع أصغر عوض كل X بنص رح سيكون ربع أصغر من نصف فوقعنا محققا تمام فالX محصورة بين الصفر والواحد هون Y ما سيطلع معنا طالما الأساس أنه X مثلا أكبر من الصفر تمام X أكبر من صفر ولكن هي كسر مثلا هون سيكون نصف Y أكبر من Y عبوط X نصف مبدئيا عندي نصف Y أكبر من Y مثلا أنا عندي التفاحة هل هي أكبر من نصف أكبر من نصف أكيد التفاحة كاملة أكبر من النصف إلا إذا كان Y عدد سالب فهل تقلب المتراجحة معتم نفهم أن Y أصغر من الصفر رائع جدا حددت قيم X Y ناقص X أكبر من الصفر أنا عندي هون سالب X أيضا عدد موجب فإن ضربت بالسالب صار عندنا سالب زائد سالب نقص يعني سالب نقص سالب أكبر من الصفر الجواب آه غلط 2X زائد Y أكبر من الصفر أنا عندي X مثلا هي كسر الله عالم شو هو عدد موجب زائد عدد سالب أكبر من الصفر بس هذا ما فينا أحدد لأن X عبارة عن كسر فما بعث إذا كانت هي أكبر من Y قيمة كمان هذا ما فينا أعتبره صح جينا هون 2X Y عندي أصغر من الصفر الثاني من أفية عدد موجب عدد موجب ضرب عدد سالب هل هو أكبر من الصفر أم أصغر من الصفر طبعا سيكون أصغر من الصفر فالجواب C صحيح دائما نجي مثلا على موجب بالسالب هون أعطين هي أكبر من الصفر غلط جينا لأيضا قلت لكم X موجب Y سالب فمضروب بالسالب صار لدينا موجب زائد موجب أصغر من الصفر في الجواب غلط فالجواب عدد C نجي هلأ هذا التمرين طبعا هذا التمرين له قاعدة بالقوة عبيرنا لأنك X ناقص 3 قوة القيمة مطلقة لX زائد 5 ناقص من 1 هلأ هون أول شي أن X ناقص 3 إما أن تسيل 1 أو X ناقص 3 عفوا X ناقص 3 تسيل شو للنقص 1 بالشرط أن X زوجي يطلع تمام هذا الشرط هذه القوة يجب أن تطلع زوجية تمام أو هنا يجب أن تطلع زوجية تمام بهذا الشكل يجب أن نفكر فإذا صارت زوجية إشارة السالب ستذهب وإن ترجع تسيل 1 فلازم القوة يعني قيمة تطلع من هذه المتراجحة أو هذه المعادلة يجب أن تطلع X تجعل القوة هي إشارة أو قيمة زوجية تمام دعونا نطلع إلى القيم X هنا X 3 1 يعني X 4 تمام دعونا نعود كل X 4 لكي تحقق دائما بهذه المعادلة يجب أن تتحقق ستعلم 1 قوة 5 زوجية 4 9 1 1 قوة 1 تمام X 9 4 قيمة صحيحة هذه أول قيمة عوضناها ظهرت صح في لدينا هذه المتراجحة أو هذه القوة X زوجية 5 8 ماهي يجب أن تتحقق 0 القوة دائما يجب أن تتحقق 0 لذلك ماهي كان X 3 ممكن تتحقق قيمة تمام ولكن قوة 0 و قيمة 1 لكي نضمن أنه دائما تتحقق 1 ممتاز معتها X زائد 5 ماهي يجب أن تتحقق 8 إما X تتحقق X زائد 5 8 يعني X 3 أو X X X زائد 5 تتحقق 8 يعني X تتحقق 13 دعونا نعوض أول كل X 3 صار عندي 0 تمام قوة كام مثلا 0 هنا X زائد 5 عوض 3 0 قوة 0 هي حالة عدم تعيين معتها X مستحيل أنه تتسايل 3 فهي قيمة غلط رائع جدا دعونا نعوض كل X تسايل 5 ناقص 13 عبارة عن ناقص 8 قيمة مطلقة 8 ناقص 16 قوة 0 تمام ناقص 16 قوة 0 أكيد ستسايل 1 فالنقص 13 قيمة مقبولة ستسايل 1 قيمة 1 قيمة 1 قيمة 8 قوة 1 قيمة 1 قيمة مقبولة أم مرفوضة قيمة مرفوضة لأن قيمة سالبة لأن مالة زوجية فهون هذا إشارة ناقص 1 ستضل ناقص 1 لا يقل ايضا قيمة مرفوضة من بين كل المعادلات الطالع عنها قيمة مقبولة ناقص 13 زاد 4 ناقص 9 جواب 1 اه اه احبت احبت بالتفصيل بس من شان اي حدا عنده نقص عنده اي شي يشمل قبل الامتحان افكاره لا تمرين العاشر هو تمرين مجموعات اول شي نحن دائما نرسم مجموعات طبعا هذا احبت قوانين مباشرة باسئلة وقدرت جامعة النوع عام 2020 متلاقوها فيها اذا تكون القوانين مباشرة ولكن انا بدي اذكرها هون مرة تانية يعني لمحة بسيطة عنها فمثلا هون احط هذا تي هون مثلا ام هون مثلا ان هون مثلا زد حلو انا عندي هاي المجموعة ب هاي المجموعة ا عبقى ان بفتحة بفتحة يعني الزد والت تمام السايلة التسعة. الا هي عبارة عن ان وزد. معتها ان زائد زد. شو رح يعطينا للتسعة. رائع جدا. ان زائد زد. تمام. زد عناها اربعة معتها الانت شو تسايلنا للخمسة. ممتاز. صار عندي التوزيع كامل. بمحي شوي. بمحي بمحي بمحي. هنا ستة. هنا خمسة. هنا هنا اربعة. تمام. البي كاملة شو صادت عنديها ستة. لانه هو مطلوب المجموعة الفرعية للبي. على الاكثر. على الاكثر عنصرين. طالما قللي على الاكثر عنصرين. معتها انا عندي اياها اداعش. فانا اكتر شي رح اختار منها اتنين. او ممكن ان اختار منها واحد. لانه قبل لك اكتر شي اتنين. فانت اذا قل لك واحد مسحن. يعني خلينا في طلاب ان هذا احيان بتخربطوا بين آناز وانتشوك. تمام. مثلا واحد بقول لك مثلا جب لي اكتر شي كيلو عام. في أنت ممكن انه تجيب له تسعمة جرام عدس ممكن ان يوافق. ممكن ان تسعمة لك اكتر شي فان Hoffmanенко تواجهت العمو بقيه. اذا اخرج لك اكتر شي كيلو عديس لديها ثم تابتL beni 500 جرام.300 جرام تابتجanda على مسبوع بقيها. لان اذا ايضته اكتر من كيلو عدس هداك الوقت رح يكون عليها حساب معتو هون اكتر الشي رح يكون عنا اداعش 2 او ممكن ما تحت الادعش 2 هي وصولا لا اداعش 0 اداعش 0 هي عبارة عن 1 اداعش 1 هي اداعش زاد اداعش 2 هي اداعش ضرب 10 على 2 يعني هي 55 55 زاد اداعش هي 66 زاد 1 رح يعطينا لل67 يعني الجواب رح يعطينا شو للجواب اي الان از بالعكس مثلا اقول لك اي از اين بتاخد من الان اداعش اداعش تمام بهذا الشكل انه تمام وهذا الشكل فينا يكون نعم على التمرين اداعش يعني او او جزر 15 فشو هي اي او هذا الصغر على دقيقة اه تمام اول شي بدي اختصر هنا على 296 على رح ساعلنا 98 على 27 تمام خلونا نظغر شوي الخط زائد جزر الخمسطاش راي هلا انا رح وحدي مقامات رح ساعلنا 27 جزر الخمسطاش زائد 98 تحت الجزر التكعيبي هون رح اضط محل 27 رح اضط فوران 30 تمام هذا الحكي هنا بالبسط عندي هون عباره عن متطابقة احد اضلاعه او احد رموزه هي جزر الخمسطاش لان انا عندي بالمتطابقة التكعيبية عندي ثلاث اضعاف الاول بالتاني مربع الاول بالتاني زائد ثلاث اضعاف مربع الثاني بالاول فانا عندي احد ذلك الاضلاع او احد حدود حدود التراجحة هي جزر الخمسطاش لأنه نضرب ثلاث أضعاف في جزر الخمسطاش تمام معتها صار عندي جزر الخمسطاش طيب العدد الثاني كيف فينا نعرفه العدد الثاني هو عبارة عن خلونا نسميه اكس ومن ربع اكس مربع شو رح يصينا اكس مكأب عفوا عفوا نشتغل بهذا مربع الاول يعني ثلاث مكأب الاول خمسطاش جزر الخمسطاش زائد مكأب الثاني اكس مكأب زائد ثلاث أضعاف مربع الاول بالتاني يعني حسيننا خمسة واربعين اكس زائد ثلاث أضعاف مربع الثاني ضرب الاول وهذا اللي حكي كله صوره حسيننا حسيننا لهي القيمة تمام اللي هي سبا وعشرين جزر السبا وعشرين جزرХامسطاش سن real سنكتبها سبا وعشرين جزرılmış ذائد تسعين ال whatsiot 15 زائد 3x مربع تمام زائد x مكأب زائد 45x زائد x مكأب زائد 45x للإكس وهذا كله شيء سيء 27 جزر 15 زائد 90 على أني عندي هون 27 جزر 15 أكيد سأقوم بأمثال الجزور يعني بأمثال جزر 15 و 98 سيء بالأمثال العاضي تمام هذا الحقيقة دعونا نمحي اللي فوق رحسين عنا تمرين شوي طويل للصراحة يعني رحسين عنا 15 زائد 3 زائد 3x مربع عفون يعني أمثال جزر 15 رح سيء بأمثال جزر 15 شو تسيننا لل 27 يعني 15 من قلع الطرف الثاني رحسين عنا 12 شوي سيء 3x مربع يعني ما رح تعطيناه إما لل 2 أو ناقص 2 كيف نتأكد؟ نتأكد من المعادلة الثانية اللي هي 45x فأكيد ما رح يطلع ناقص 2 لأنه هون عندي موجب فأكيد ما رح يسايل عدد سالب يعني السالب ما رح يسايل عدد موجب فال x أكيد هي 2 رائع جدا رائع جدا 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 طلعنا ال x 2 يعني أنا صار عندي تحت الجزر التكعيب اللي كان عندنا ياه هو جزر 15 زائد 2 للتكعيب والكل على ثلاثة فورا عوضنا محلة عشان نختصر شوية وقت هذا ما هذا راح يصال عندنا جزر 15 زائد 2 على ثلاثة جزر 15 زائد 2 هي عبارة عن A معتصارت A على ثلاثة في الجواب C طبعا ممكن تحلوا بغير طرق في ألف طريقة لألو الله أعلم يعني شو بطلع معاكن يعني كل الرياضيات واسعة وممكن ألف طريقة تطلع معاكن او معنا او مع اي حدا هنا على هذا التمرين الثناش عب انه هناك عشر مواد ولكن يوجد ثلاثة مواد منها في نفس الوقت فكم اختيار مختلفة ممكن للطالب سيختاره خمس مواد ما بعض الترجم اياه اما رقيقة اما معرفت اقرأ المهم عب انه في عشر مواد تمام ثلاثة مواد منها العشر مواد هنه بنفس الوقت يعني أنا عندي مثلا من سبع مواد هنه بأيام مختلفة وثلاثة مواد بيوم معين وبساعة معينة تمام فاما رح ادخلن او ما رح ادخلن نهم هبقنا كيف فين اختار من هالدروس لعشرة خمس مواد تمام اول شي نحن عنا عشرة دروس فنختار من عشرة مواد تمام خمس مواد بس انا عندي شرط انه هون عندي سبعة اكيد رح ادخل على احد منن تمام على خمسة منن او هدول الثلاثة يعني شوفوا انا اكيد اني ادخل على خمسة دروس من هالسبعة يعني توفيق خمسة سبعة سبعة خمسة عفوا فما صفى من هالثلاثة دروس اني ادخل على اي واحد او مع تسجيع ادخل على اربع دروس من هال من هالسبعة وادخل على درس واحد منن ليش على درس واحد يعني ليش ما انه اخترت مثلا طوفيق مثلا سبعة ثلاثة انه ثلاثة دروس من هدول السبعة ودرسين من هدول ليش لانه انا هنديهم بنفس الوقت فانا مستحيل اني احضر درسين بصف واحد يعني هذا الشيء مطبيعي فانا فيني اخذ من هدول الثلاثة درس واحد ممتاز نحسب اللي قيمة هدول التوافيق سبعة خمسة هو عبارة عن واحد وعشرين لانه هو دوافيق سبعة اثنين هو سبعة ضرب ستة على اثنين زاد التوافيق سبعة ثلاثة يعني هو ستة ضرب سبعة عربة هو نفسه سبعة ثلاثة ستة ضرب خمسة على ثلاثة ضرب اثنين يعني خمسة وثلاثين ضرب اثلاثة اللي هي توافيق ثلاثة واحد رائع جدا هلا باجمع هدول القيم مع بعض بطل معي الناتج النهائي واحد وعشرين زاد خمسة وثلاثين في خمسة خمسة وثلاثين في ثلاثة هو مية وخمسة يعني نحط لنا الناتج النهائي مية وستة وعشرين تمام بهذا الشكل فينا نحلو في عنا طريقة تانية اللي هي كالتالي انا عندي سبع مواد تمام تمام فيني اختار منها اربعة واختار من ثلاثة ده اختار منها واحد تمام فانا اكدت انه ادخل على هذا الدرس مثلا من ثلاثة ده ادخل على واحد بس ولكن بدي اضربة بالتباديل الاثنين تمام لانه هذا الدرس ممكن يكون هون او ممكن يكون هون فهون بدلتن فالجواب هو التباديل الاثنين طبعا هاي الطريقة هاي الطريقة هون ان شاء الله بازن الله رح نشرحها على القناة بشكل هادي تمام ان شاء الله تفهموا لانه هي ابسط من هاي طبعا هاي الطريقة اللي هون هاي الطريقة الذكرت لكم يا هاي ذكرت لكم اللمح عنا هي بتصير على التمارين للازواج يعني تشيفت بتصير على كثير تمارين مثل امتحانات الياجسة للاتراك مثلا انا شفت الكمبيناسيون والبارمتاسيون لقلن يعني هذا القانون ضروري بالنسبة لقلن انه بسهلن عليهم حال كثير من التمارين فانا برأيه احطوا عندكم هادا الفكرة تمام وفكروا فيا ازا ما فهمتوا وعننا هاي الطريقة الاساسية اللي اللي بيعرفها والكلمة يعتمد عليها الجواب 126 الجواب 126 ننتقل هلا التمارين 13 عبي انه توفيق 10-2 زاد توفيق 10-4 زاد 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 للتوفيق 10-10 يساوي للـ X وعبي انه توفيق 10-3 زاد توفيق 10-5 زاد توفيق 10-9 يساوي للـ Y عبي انه شو هو الناتج X زاد Y ناقص 1 لاحظوا معي انه انا عندي هوني توفيق 10-2 توفيق 10-4 ممتاز يساوي للتوفيق 10-1 يساوي للتوفيق 10-1 واطرح 10-1 و10-0 يساوي للتوفيق 10-10 يساوي للتوفيق 10-10 10-0 هو 1 10-1 هو 10 يعني ناقص 10 يصبح لدينا 2 قوة 10 ناقص 11 تمام X زاد Y هي 2 قوة 10 ناقص 11 حلو كتير هذا الحكي هو شو بده X زاد Y ناقص 1 معترح اطرح ايضا واحد رح ساعدنا الناتج 2 قوة 10 ناقص 12 هلا انا عندي 2 قوة 10 شو هو الناتجة قيمة يعني مشهورة نوعا ما هي عبارة عن 1024 تمام 1024 ناقص 12 رح يعطينا الشو لـ 1012 يعني الجواب رح يعطينا للـ B أسهل طريقة ممكنة ناقص 14 أرقام أولية فما باقي قسمها على 11 لأصغر عدد سالم مكون X Y Z نرجع بقولكن ذكرنا X Y Z مثل التمرين تبع القيمة المطلقة ما ذكرنا أنه X و Y Z مختلفين فأنا اللي أحط مثلا عندي العدد الأولية 2 و 5 و 3 و 7 طبعا بس هؤلاء هؤلاء من خانة واحدة طبعا في عنا الإدعش وهو عنا من خانة واحدة لأنه X Y Z هنا رح مشاكلين مثلا X Y Z أو Z X Y ما بتفرق أنا رح سيكون X Y Y Z كله يتون نفس بعضهم ليش؟ لأنه ما ذكرني أنه مختلفين فأنا رحضهم نفس بعضهم فهون مثلا ممكن ساعدنا Z Z Z حلو هالكلام أخذ العدد مكون أنا كلما كبرت العدد و ضربته بسارب سيكون أصغر معتنا الحسائي 7 7 7 وأضربه بسالب يعني ناقص 777 هو أصغر عدد سالب مكون من 3 خانة لعدد أولية هذا شو بقيه على 11 أنا مثلا إذا بدي أقرب قيمة أنا بدي أطالع الباقي فأضيف أضعاف مثلا أضعاف 11K يعني مضعفات 11K فأنا مثلا أضيف 10 ضرب 77 77 هي مضعفات 11K رح سيكون لدي 770 777 ناقص 777 رح سيكون لدي ناقص 7 تمام لسه عندي عدد سالب يعني هذا ما بصير باقي فأنا لازم أضيف 11 تانية زائد 11 و رح يطلع معي الناتج 4 هاي أصغر عفوا أسهل طريقة ممكنة لحساب الباقي نجهل لهون إذا كان ZM ينتمي لZ فما المعامل الرئيسي للمعادلة متعددة الحدود المعامل الرئيسي المعامل الرئيسي المعامل الرئيسي يعني بيقصد فيه باشكا تسيسي يعني الأمثال أكبر حد بهذا بهذا كثير الحدود تمام ممتاز أنا عندي القوة بالكثير الحدود هي لازم تكون تنتمي لأين 25 ناقص 2M شو هي؟ أكبر أو تسابل الصفر حلو هذا الكلام أكبر أو تسابل الصفر وهنا عندنا 13 على M ناقص 5 هي أكبر أو تسابل الصفر طيب أنا عندي 25 ناقص 2M يعني 25 هي أكبر أو تسابل 2M يعني M أصغر أو تسابل للـ 12 وشوي طبعا الـ 12 إذا عوضنا كل M بـ 12 13 على 12 ناقص 5 سيطلع عندي كسر طيب إذا عوضنا الـ 6 عوضوا غير قيمة لا سيطلع فهنا سيطلع 13 على 6 ناقص 5 ساوي للـ 13 تمام؟ نعوضها لهنا 6 25 ناقص 12 شو رح يطلع معي أيضا 13 ممتاز الـ 6 هي القيمة الوحيدة الـ M يعني اللي تقبلها M فصار عندي أنا 4X قوة 13 هذا اللي هنا زاد أو ناقص 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 6X شو قوة 13 تمام؟ فصار عندي 4X قوة 13 ناقص 6X قوة 13 هنا لدينا أيضا 4X قوة 13 لحد ينساها شو صار عندي 8X قوة 13 ناقص 6X قوة 13 يعني 2 قوة X قوة 13 فهو يريدون أمثال يعني الحد الرئيسي أمثال الحد الرئيسي طلعت معنا 2 فالجواب سيعطينا للـ B نأتي الآن على هذا التمرين هذا التمرين X مربع زائد 5X ناقص 14 الآن أول شيء نفترض أن X أكبر من الصفر سيعطينا X مربع زائد 5X ناقص 14 يسايل الصفر لأنه مداخل القيمة المطلقة صار موجب لأنه فرضنا موجب مثلا إما تكون X موجبة مداخل قيمة المطلقة أو سالبة ففرضناها أول شيء موجبة بعد ذلك نأخذ احتمال السالب الآن هذا الجزور ستطلع من هذه المعادلة الجزور السالبة لا سنقبل لماذا؟ لأننا نعمل على أساس أن X أكبر من الصفر سأقوم بعمل X ناقص أو عفو زائد 7 بX ناقص 2 لأنه عددين جزور ناقص 14 ومجموعا للخمسة يعني X تسيلل 2 و X تسيلل ناقص 7 X تسيلل ناقص 7 مرفوض فورا حتى بدون عوضة لأنه عندي X أكبر من الصفر عندي قيمة X تسيلل 2 هي مقبولة سأقوم بعمل X مربع زائد 5 ناقص 5 X لماذا؟ ناقص 5 لأنه تمام هنا من ناحية هنا نكتب على زي X تسيلل 2 لأنه هي قيمة مقبولة الآن نفترض أن X أصغر من الصفر ما سنقوم بعمل المعادلة X مربع ناقص 5 X ناقص 14 تساوي للصفر يعني نحسي أننا X تناقص 7 ب X زائد 2 ما سيضعينا للصفر يعني X تسيلل 2 X تسيلل 7 X تسيلل 7 مرفوض لأنه عندي X أصغر من الصفر فتجواب X تسيلل 2 يعني هنا عندي أيضا الحالة الثانية X تسيلل 2 ما ضرب الأعداد الحقيقية بده جداء الأعداد هنا 2 بسالب 2 يعني جواب ناقص 4 بعد تمرين 17 بأن F مستقروا R ومطلقوا R F خمسة X قوة X زائد 3 بده F A زائد B ناقص 1 هلأ هون يعطينا كله بدلالة F A زائد B دعونا نطالع أول شي F A زائد B شوي الساوي أول شي رح عوض F A زائد B شوي الساوي إنا رح يساوي إنا خمسة قوة A زائد B زائد 3 حلو هذا الكلام حلو ما في عليه أي شي هلأ بنعود كله X A زائد B F A زائد B ناقص 1 رح يصير عنا شو كالتالي F A زائد B ناقص 1 شو رح يعطينا لخمسة قوة A زائد B زائد 2 تمام أنا عندي هون مشكلة أو ما في مشكلة أنا هون بدي أعزل F خمسة قوة A زائد B لأنه هي مشتركة فأنا رح قسم الطرفين عمية وخمسة وعشرين فرح يظل عندي هون شو F خمسة قوة A زائد B هون أيضا رح أختصر على خمسة وعشرين الطرفين أحصي عندي خمسة قوة A زائد B رائع جدا هذا الحكي رح أنسب هدول معادلتين على بعضهم يعني أقصمهم على بعضهم شو رح يطلع عندي على خمسة قوة A زائد B حلو كثير الحكي أنا هون عندي F A زائد B هون عندي خمسة أنا بدي بس هذا المطلوب فأنا هذا المطلوب بوجهه لهون هحصل عندي F A زائد B على خمسة شو يساوينا المطلوب اللي هو طالبه F A زائد B ناقص واحد في الجواب دي تمام بس طالعنا معادلتين ونسبنا معادلتين على بعضهم وبطلع معنا الناتج اللي هو الجواب دي جينا هلا على هذا التمرين سلسلة هندسية عبئنا A6 على A3 على A8 حلو كثير عبئنا A12 على A8 تساوي كم أنا عندي قانون سلسلة هندسية هو كالتالي أنه A N يساوي A مثلا واحد ضرب R قوة N ناقص واحد أو هنا فينا حط K هنا حط K N ناقص K R قوة N ناقص K تمام كثير حلو سأطبق القانون هنا سأطبق القانون هنا سأطبقنا A6 ما هي تساوي A6 هي عبارة عن A5 ضرب أو عفوا هي عبارة عن A1 تمام أو هي عبارة عن A3 دعونا نطالع فورا A3 أو دعونا نطالع A1 لماذا؟ لأنه هنا سنطالع لأنه هنا سنستفيد منها بها المعادلة دعونا نركز دعونا نطالع أنا عندي A6 هي عبارة عن A1 ضرب R قوة 6 ناقص واحد يعني خمسة أعلى A3 هي أيضا نفس القانون A1 ضرب R قوة N ناقص واحد يعني 2 ماذا يساوي الى الثمينة ممتاز A1 ضرب R قوة 3 يساوي الى الثمينة يعني R ماذا يساوي الى الثمينة الأساس عندي طلع الى الثمينة حالا هنا عندي A12 على A8 هو كام؟ هو فورا R قوة 4 تمام فورا تطرح الـ 12 من الثمينة بطلع معك قص الفرق قص الفرق دائما هيك عمل لأنه هنا سيئ A1 على A1 سيئ سيئ وقوة R مع بعضها فورا تطرح الـ 12 من الثمينة سيئ تمام؟ هكذا اختصار سريع يعني ممكن كلكم انتبه عليها او ممكن انتبه عليها فأحبت أن أقوه على هذا الشيء فالـ R قوة 4 سيئ سيئ اضعنا الـ 16 لأنه R ثم سيئ رائعة جدا جينا هون السلسلة الحسابية عبريقنا A7 ثم سيئ ثم سيئ A5 ثم سيئ ثم هلا تشوفوا هون عندي أنا عندي هون حدين عندي هون 5 زائد 9 عندي هون 14 طالما عندي هون 14 انت بتعتبر انه هي عبارة 5 مثلا A5 زائد A9 على 2 شو رح تعطينا A7 ليش؟ لأنه أنا عندي 9 زائد 5 14 على 2 تساوي للا A7 اي 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 فيك تحسبها بهذا الشكل فيك تحسبها طبعا يعني ما في داعي تطبق القانون مثلا تقول انه الاط 5 تساوي خمسة A1 مثلا زائد n-1 في دي لا لا خلص اختصر على حالك انا عطيتك هذا وتزبط على كل التمرين ترى يعني 100% اصلا هذا القانون طالع من القانون الاساسي اللي هو AN يساوي A1 زائد n-1 في دي فهذا القانون طلع من هذا يعني هذا القانون اللي قلت لك هنا نتجمع 5 زائد 9 على 2 بيعطيك 7 طالعا من القانون الاساسي اللي هو AN يساوي A1 زائد n-1 في دي يعني طريقة مضمونة بي بالمية فالA5 زائد A9 بنضرب جدا طرفين ببساطين شو رح يعطينا 2A7 حلو هذا الكلام الA7 شو هي عطيتيني ايكس معتها هذا الصيغة تبعيتي شو تساوي لاثنين اكس لانه ضربنا باثنين منجي هلا على التمرين العشرين عبقالنا اذا كان اليوم هو الاثنين فما فما اليوم قبل مية وخمسة عش يوما تمام انا كل سبعة ايام بيرجع نفس اليوم يعني كل سبعة مثلا انا اليوم سبعة AktLee بجه ثانين اليوم ثلاثة بعد conspires 7 was Kirman بجي ثلاثة وبهذا الشكل معتها انا مية وخمسة عش يوم شو بدي اصブي بدي اساوي بدي اقسمها على سبعة let's do 7 مية وخمسة عشان م Fest هنا اوان معنا 1 هنا انا أربة خمسة رح يطلن هنا الى sous الباقي رح يطلع معنا ثلاثة تمام بس ONY انا هنا طلع معي الباقي الثلاثة أريد أن تقدم ثلاثة أيام بعد الثانيين أو أرجع ثلاثة أيام؟ أريد أن أرجع لأنه قبل فقط قبل فترجع ثلاثة أيام إلى وراء لو قلت لك بعد كنا نقدم ثلاثة أيام لقدام فالثاني شو قبله؟ قبله الأحد والثبت والجمعة فشو رح يطلع معنا للناتج؟ جواب الجمعة نجهل على هذا التمرين غير تقوم بشكل ثلاثة أيام فجمع بشكل ثلاثة أيام شديد إلى واي رائع جداً الآن عندي الثلاثة والثمينيين هي عبارة عن ثلاثة قوة 4 تمام؟ هي عبارة عن واحد وثمينيين فأنا أرحصي عندي الثلاثة قوة 4 على اكس ماذا يديد إلى الثمينية الأربعة تنزل نحسي عندنا لغارتم الثلاثة لأكس شوي ساوي للتنين فورا من قصنت الأربعة تمام صار عندي لغارتم ثلاثة لأكس ساوي للتنين رائع جدا هون عندي إياها وعندي أيضا كمان معادلة تانية عبيلنا أنه لغارتم الثلاثة هي تساوي للواي يعني المعكوس تمام إذا هاي اخدت معكوسة بتطلع عندي فأنا عندي لغارتم خلونا نكتبه هون نكمل الحل هون عبيلنا أنه لغارتم ثلاثة لأكس ساوي للتنين فأنا رح أقستل لغارتم يعني الأساس السائوي أو أساس السائوي الداخل فراح يصي third الشوي الساوي للواحد على ثنين لأقلوب الطرفين تمام طلع معي واحد على ثنين وعندي هون لغارتم اكس لا ثلاثة ساوي للواي مع عندي년 9 للواحد على ثنين هلا طلعت معنا قيمة الواي ي ساوي للواحد على ثنين طيب كيف ده طالع قيمة الإكس بسيطة جدا قيمة X هي ثلاثة قوة نص لأن الأساس يرتفع أس يصبح أساس للغريتم الأسسية سيصبح X تسابي ثلاثة قوة نص يعني جزر الثلاثة X تسابي ثلاثة و Y تسابي ثلاثة و Y تسابي ثلاثة للنص جداعون سيعطينا جزر الثلاثة على اثنين و الجوهة بسي هذا الفيديو سننهي هنا طبعا الفيديو الثاني تكملت الأسئلة الماس ستجدون بقائمة قائمة التشغيل فقط تدخل على قائمة التشغيل للقناة قائمة أسئلة الدورات تطلق فورا أسئلة كمالة حل التمارين القادمة أتمنى لكم كل التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته